وشي قلية بالنسبة للقرقور شافعي وقتاش مع أصحابك هكذا بديتوا تحكيوا عمثلا قبل مباراة المغرب مباراة المغرب قبل النهائي كيف ركستولوا مع أصحابك وش كنتوا نديروا حكيلي 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 مباراة المغرب بالما نروحوا لوجههم مدربة عنا عملنا سيونس فيديو ورنا ويلدينا كانوا يهضروا معنا أثرنا بزاف ومقدرناش جاتنا الحرارة ذيك هذي كيلي فزنا بها المباراة والجمهور عاوننا بزاف صحيح لما ورأيكم الفيديو هذا لأنه تعامد كل واحد مدرب وش يدير وهذا طريقة ذكية وطبعا المدرب رسقي رمالي وجهه تحية على هذا الشي اللي داروا لأنه أحيانا المدربين ربما يوريوا لك فين لبطايدالجي كل واحد يش يوري لك لما ورأيكم الفيديو هذا تعوى لكم تعالى الأباء هذو وش حسيت وعطيني أحساسك واحد ما كان ينتظر هذا الفيديو بس كشغل ما كناش كانت عندنا تسعين طريقة الأخرى اللي لازم نمده آفون باش ننتوجه بالكأس ووين كان رمان دارنا هاد سيونس فيديو شفنا والدينا عطينا حافز كثير جدا وين شفنا والدينا قعي هاد رمعانا هذا اللي عطينا حافز تخنى المباراة بهدف واحده هو الفوز بالتتوين بالكأس ماليك حكيت مع عائلتك مثلا قبل النهائي ولا حتى في الدورة أعطيني وش كانوا يحكيوا لك واحد واحد ولا حاجة وش حكاولك كنت نحكي معهم سخصير كنت نحكي معهم مع العائلة تعلي شكول العائلة عادي أمي أبي عناب عادي أهي الأب وش كان يقولك والأم وش كانت تقولك كان يقولي إن شاء الله تفرحنا فرح شعب جزائري يقدر يتفرج فيكم إن شاء الله تدو كأس أعطيني كلمة بالعنابية وش كان يقولك أنا ما تقوليش فرح الجزائر والشعب الجزائري كيفاش كانت تحكي الوالدة وكيف كان يحكي الوالد كان يحكي معي نورما تفرحنا هكا نورمال إن شاء الله تفرحنا وشوف كما نورمال ندو كأس توجو به قل لي كيف كيف نحضر معهم بشي يطلعوا لي المورال يوسف كنت نحكي مع الوالد تحكي لي أشياء خصوصية لازم نشوفي لنا حكيتها لنعرف إذا كان صح طبق الأصل وشك تحكي لي ولا لا لا يوسف بالقايد تحكي لي وش كان يعني يعني بعثنا ذاك الفيديو اللي كان لنا حافز بزعب وعاوننا بشي جبنا كأس آدي وكيفاش قبل قبل في الدورة قبل الدورة حكيت معهم مثلا في التليفون مع الوالد مع الوالدة مثلا موش كان يقولوا لك كان يقولون ان شاء الله جيبنا الكأس ومتقدروا وتقدروا لها وكونا صح قادرين الكلمة اللي ما زالت في ذهنك كاين كلمة جيبونا الكأس جيبونا الكأس